لا يروجها التجار في أسواقهم ولا يستهلكها الجزائريون في موائدهم هل تعرفون شيئا عن فاكهة التنين أو البطايا؟ هي أمريكية الأصلة لكنها أصبحت تزرع بشكل كبير في آسيا وخاصة الصين التي سمحت شراكتها مع أحد المستثمرين بأن تجعل منها جزائرية المنبت بأرض سكيكدا نعمل هنا منذ 2019 منذ أكثر من ثلاث سنوات نعمل على إنتاج فاكهة التنين من خلال 35 بيت بلاستيكي في مساحة تمتد على ثلاث هكتارات ولحد الآن فقد نجحت التجربة ونريد التعريف بالفاكهة لدى الجزائريين ويمكن إيجاد هذه الفاكهة المحلية في السوق الجزائرية إنتاج هذه الفاكهة الاستوائية تجربة جديدة في الجزائر لكنها واعدة ويمكن أن تحقق عائدات مالية للمستثمرين والفلاحين وفوائد صحية وغذائية للمستهلكين قدرنا بش ندير الإنتاج الأول في السنة الثانية والسنة الثالثة لهذا الجواني فات كانت في الحقيقة إنتاج ماشاء الله وصلنا حتى 1500 كيل وكثير من المستطميرين تصلوا بنا من أجل دخول في هذا الإنتاج على مستوى مزرعتهم أرض الجزائر ومناخها أثبتا أنها فلاحية بامتهاز وهو ما يشجع الفلاحين على تجارب جديدة خاصة وأن الجزائر تعول على القطع الفلاحي كأحد روافد النهضة الاقتصادية المرجوة اشتركوا في القناة